لا شكراً للاستضافة لا شكراً لأوجب إذن بداية أستاذ سنتحدث على امتحاج التعليم المتوسط كانت إشارة انطلاقته اليوم من طرف وزير التربية من ولاية تيسمسيلت أخذنا أيضاً كانت لنا تقضية لأراء التلاميذ حول مواضيع الفترة الصباحية كانت خاصة اللغة العربية والفيزياء والتكنولوجيا كانت نوعاً ما المواضيع في متناول الجميع استحسنها التلاميذ نتحدث يعني كيف كانت الأجواء يعني صباحة اليوم ولن طبعاً نقدم تحية لكل عمال قطاع التربية لدائماً مجندين وخاصة في هذه الظروف الأستاذ المدير المفتش العامل البسيط فكله في الامتحانات ينسوا العائلة تحوماً رهم جندين منذ كين من ربعة أصباح ومنايدين لذلك نقدم كل التحية على هذه المجهودات وحتى الأستاذ الذين أعدوا لمواضيع طبعاً مواضيع رغم الآن أنا نلحق لها نشكر كذلك أظن هذه السنة الامتحانات في ظروف ممتازة التنظيم لازم نشكره أولاً طبعاً المسؤولون هو وزير التربية إدارات الوزارة وكذلك الديوان الوطني لامتحانات المسابقات هذو جنود الخافاء لم يهدروش عليهم بزاف الناس لرهم الآن زملاءنا أستيدة مفتشين مدير عام إطارات كلها رهم تقريباً كما يقولوا مغلوقين عليهم ورهم يحضروا في المواضيع وعندما تكون المواضيع أنا استحسن اليوم وهي المواضيع كانت في متناول للجميع في الحقيقة اللغة العربية والفيزياء والتكنولوجيا كانت مواضيع بسطة للتلميذ اللي درست عادة في القسم للعلم فإن كل المواضيع التعليم أو اللي راح ينجيوا راح ينجيوا إلا المواضيع التي تم دراستها في الأقسام أنا وزارة التربية هناك لجنع المسؤولة مختلفة في الولايات يقدروا كل مؤسسة أين وصلت آخر موضوع اللي بصلته هو اللي يدخل معناها ما يخدو إلا لدرسه وأنا نظن الظروف كذلك كانت ممتازة كانت ممتازة حذر كان جيد زمل أنا الأساتدة مديرين أساتدة عمل بوسطة كلهم مجندين هذا الامتحان طبعاً وراه جاي الامتحان الثاني كذلك اللي لا يقلوا أهمية طبعاً وعندوا أهمية كبرى والبقرة أنا نظن تحسنت الأمور زيادة على ذلك أنا نظن الاستراس اللي كان عند الأولياء عند التريمية اللي عم ما كانش أظن وزير التربية تكلب عليها تعال الغش هذك اللي كانوا يتكلموا عليه ما بقاش شو وشو يعني أصلاحها مصدر تشويش اللوقعة ترسوا اجتماعي حبوا يمسوا مصدقية الامتحانات الوطنية أنا نظر الحمد لله هذه السنة كان السنة مستقرة كذلك معناها ما كانش إضرابات معناها التلاميذ درسوا في ظروف ممتازة وننتظر كذلك نتائج تكون إن شاء الله ممتازة إن شاء الله إذن تحدث أيضاً سيد فرحات شابخ حول عدد المترشحي الذي وصل إلى 861 ألف مترشح نحن مقارنة بسنوات الماضية يعني هناك ارتفاع طبعاً هناك ارتفاع عندما نقول هذا العدد نحن في الجزائر نعتبره بسيط ولكن لو نتكلم بعض البلدان نرى عدد سكان تحقق أقل من 800 ألف والجزائر تنظم انتحانات بكل ديقات قريباً بين 2900 أظن مركز إجراء ما تشو معناها هناك إمكانيات معتبرة ولازم نتكلموا لها لازم نشكره أولاً الرئيس الجمهورية الوزير الأول وزير التربية وزير الداخلية وزير التضمن كل وزارة وزير النقل لأن الامتحان الامتحانات الوطنية هذه شهادة التعليم المتعوصة والباكلورية ليست خاصة بوزارة التربية كل الدولة مجندة الولايات على مستوى ومستواهم لازم نعرفوا كذلك الولايات يوفروا الظروف وزارة التربية تكفل طبعاً بالأمور التربوية الامتحانات التنظيم لأخيره ولكن بقية وزارات هذه وزارة توفر النقل هذه وزارة توفر الأكل كذلك وزارة الدفاع الوطني اللي ممكن أن ننسوهاش لأن أغلب المواضيع يتنقلوا عن طريق طائرات عسكرية لمن هنا نحييهم أنا نظن هناك تأمين هناك تأمين معناها والحمد لله ما ناس نسمعوا أو خرج الموضوع أو الموضوع خطأ أو كذا كذا إحنا قلناها وعند عدة مرات وقلتها أنا من قبل قلنا من المستحيلات أن يتسرب الموضوع لأن الظروف الأمنية المشددة ما تسمحش ما تسمحش بهذا لذلك قلنا نكلمه عن العدد نظن طبعا العدد يتزايد تزايد وهذا أنا نظن قد ما يزيد قد ما رأي تتحسن النتائج هذا هو الشي الأساس لو نقارنوا ممكن النتائج على السنة الماضية وممكن الممكن هذه السنة راح تكون النتائج الممتازة راح تزداد بكري مثلا جيد جدا ولا ممتاز كانوا ممكن عدد قليل هذه السنوات الأخيرة راح كلها ترتفع هذا طبعا للظروف الملئمة للظروف توفرها الدولة جزائرية للمدرسة جزائرية والمدرسة راح يتهم كل عائلات مكاش واحد ما عندوش إلا ما عندوش ولده عنده أخوه عنده أخته عنده زوجتاه عنده ابنه عنده إلى آخره معناها راح أنا نظن ظروف ممتازة وإن شاء الله نفس الشي نسبق كما يقولون نسبق إن شاء الله تكون بنفس الظروف كذلك بناءنا في البكالوريا فيما يخص الامتحان يعني شاء الله تأتي المتوسط أو شاء الله تأتي المتوسط أو شاء الله تأتي المتوسط يعني عندهم نفس الأهمية يعني لا يختلفان عندهم أهمية كبرى لازم يعرفوا بناءنا تلميذ وهذا حض خاصة في الشهادة تعليم متوسط معناها التلميذ اللي ينجح في شهادة نفرضه كان تلميذ مريض ضعيف مخدم طيلة سنة فصله والفصل الثاني فصل الثالث ما جبش المعدن يقول لك لا عنده كل الحدود لازم نقوله بناءنا تلميذ في حالة ما ينجح في شهادة تعليم متوسط رح ينتقل مباشرة معناها لازم يركزوا وخاصة رانا شنا اليوم مادتين كانوا في متناول التلميذ المتوسط معناها معناها التلميذ اللي درسوا عادي رح ينجيبوها لذلك في الباكالوريا نفس الشي أنا نظن عندهم أهمية كبرى عندهم لا فونتاج نفس الشي كان بعض التلميذ يقول لك ممكن أن أخفق شوية في شهادة تعليم متوسط لحقت مداد 9 ونص إلى عنده 10 ونص في سنة الدراسية أراه نجح معناها الدولة تنطفر وتعطي الإمكانيات لتلميذ نتوقعين نسبة تنجح تكون مرتفعة خاصة أنا البداية نتوقعها مليحة لأن اليوم المادتين هلما ما يتيم احتساب ما زال نبدأ وغضو إن شاء الله هالرياضيات كنشوفوا الرياضيات بعد الرياضيات التلميذ يرتاحوا نوعا ما تبقى لهم العلوم اليوم الثالث هذو المواد العلمية خاصة تلميذ يخوف منها أما الباقي في المساء اليوم عندهم طربية إسلامية وعندهم طربية مداية على الحفظ غدوة ممكن تاريخ جغرافيا غدوة الأشية إلى آخرين المعروف أنه اليوم الأول يعني اليوم الأول هو اللي يشجع نعم ولكن أنا نصيحة تعيي الأولية إذا سمحت الأخت الظهور ما تسألوش ولادكم وش خدمو يرحم مولدكم ما تسألوهم شجعوهم بارك الله وفيك خدمته ومليحي إلى آخره لأنه اللي بني تحاسف فيه أعطي لي المسودة أغلطها نقدر هنا التلميذ راح تقريبا ينهار لذلك ما تكلموش على المواضع اللي فات مات نهضروا قلوا حضر الامتحان الجاي حضر الغدوة حضر الغدوة حضر كذا كذا نهار يخلاص والامتحانات تحبوا ديره وجيبوا أستاذ مختص ويدركوا متصرح النموذج يديره ولكن الآن ما تكلموش معه يردوا بالهم الأولياء في الأكل تعبناءهم ما يوكلوا مش حاجة بشي ممكن يجيهم الإسهال يجيهم أي شي يحاولوا يكيليبريو يحاولوا ما يعطوهمش الأكل بره بزاف إلى آخره أنا نظن راح تكون إن شاء الله ظروف ملائمة سنعود إلى الجانب النفسي فيما يخص هذه النقطة تحدث سيد فرحة شبخ فيما يخص المواد الأساسية التي تربك التلاميذ خاصة لما نتحدث على مادة رياضيات العلوم الطبيعية المادة الفيزياء أيضا هناك بعض المواد التي تربك التلاميذ كيف يتم تعامل معها خاصة مع نهاية اليوم في الفترة ما سيئل تربية إسلامية وتربية مدنية وغدا صباحا سيكون تربية رياضية هي عادة السنوات الماضية كنا لاحظنا بزاف تلاميذ يرتبكوا في الفيزياء وفي بعض الأحيان يجوا مواضيع صعبة شوية هذه السنة الفيزياء رأي سرحت لهم لأن تلاميذ أنا أريد أن يعطيهم موعد الغدوة إن شاء الله الرياضيات إلى الرياضيات جلسة لهم وأنا أكد أنا أستاذ الرياضيات تكون ينتعي أنا أكد رح يكون في المواضيع في المواضيع الرياضيات حسنا هي اللي رح أتطلع النقاط بكل سؤولة مقارنة بمواضيع أخرى إذا خدموا في الرياضيات أنا العلوم على بالي ما يرتبكوش فيها أما الباقية الفرنسية والأنجليزية عادة يعرفوها بصفة عام ما رح تكون ونقول لك نتكلم على الفرنسية والأنجليزية اللي قلنا في البداية يا حي يخدوه واش درسوا التلاميذ خاطروا بعد حيان يقول لك حنا في الجنوب لا وآخر درس اللي درسوا أي تلميذ على مستوى القطرة هذا كل ما يحتسب يعني كل أسئلة تشمل المقرر دراسي المقرر دراسي درسوا على شكو السئلة هنتكلمنا مع بعض التلاميذ مع بعض الأسئلة تلاميذ كانوا مرتاحين وهذا هو وحنا نتمنى ويكونوا هكذا نطلبوا دائما خطر هذا مهم جدا 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 للأولياء يريحوا ولادهم هذا التلتيج يريحوا وما خلال بشي يصعروا بزا بزا فتع الحفاظة لأنهم نفروض رمج عغير أمور بسيطة ويتكلموا معهم على أمور أخرى إلى أخيرا في رأي الجانب النفسي عنده أهمية قصوى إن شاء الله غضوة الرياضيات بعد غضوة الرياضيات إلى خدم التلاميذ أنا متأكد الأمور كلها رح تكون ممتازة إن شاء الله إن شاء الله نتحدث أيضا كما تفضلت وقلت دائما نعود إلى مدة الرياضيات لماذا تبقى دائما هاجس عند التلاميذ وعند الأولياء على حد سواء يعني يجب تفاديها يعني خاصة خلال هات ثلاثة أيام هناك بعض أولياء اللي يبعتوا يعني أبنائهم عشية الامتحان أنا نظن طفل خلاص اللي ما قراش تقريبا العام كامل مكلة يرتبكو في الأيام الأخيرة أمور بسيطة جدا جدا يقدر يخدم التلاميذ واحده من الأحسن خطر إلى راح لدروس الخصوصية بعض الأساجد زملائنا أنا في الحق أنا دائما كنت ضد الدروس الخصوصية هذا اللي يديروها أنا كنت مدير مؤسسة دروس خصوصية ديها كنت نديرها دروس دعم في المؤسسة مجاني لجميع التلاميذ دروس الخصوصية لا تسمح التكافؤ الفرص بين كل التلاميذ يعني عنده إمكانية راح يدرس اللي ما عنده شرح يبقى أنا كنت نديروها ديها أنا نظن يتفادوا هذا لأنه راح يعطيه مواضيع ممكن تلميذي يظن بلا دول الموضوع اللي يجي وانهار يشوفوا الموضوع آخر يرتبك مزافكي ما كانوا قبلي شو شو علينا عن طريق التواصل الاجتماعي هاو الموضوع يخدموه هادو ما مش عارف هادو أكبر عقوبة الحمد لله أظن القانون الزازائري دارهم داروا الآن بلي عقوبة مشددة يرتبك تلميذي يحضر غير الموضوع هادو غير يجي موضوع آخر يرتبك تلميذي يطيح معناها ما كانش لذلك أنا نضم خلي قاعد يراجع يراجع عادي يعني مراجعة سطحية ما سطحية الآن كيف يقولوا يتفكر بعض المواضيع كيف ينفر يغضية ما هي الأساس وحاجة اللي نقولها أنا للتلاميذ خاصة في جميع المواد عمركم والتي تتخزر للسؤال مباشرة مثلا اللغة العربية يصبح جزو الفرنسية ما تخزرش قاعد الأسئلة أسئلة ما تخزرش فيها أقرأ نص ثلت مرات لأنه عندك واحد الأربع أسئلة تقريبا إلا على النص إلا النص ما قريتهوش فيش قدر تجاوب على السؤال أسئلة اللولة لازم يقرأوا النص جيدا مرة مرتين ثلاثة ثم ينطلقوا يعني الأسئلة الأولى تكون مباشرة مباشرة فيما يخص فرنسية ممكن للإنجليزية اللغة العربية إلى أخير التاريخ الزرافية يجب يقرأهم ويتفكر إلا تفكر بعض الأفكار يقدر يكتبهم على مسودة أفكار كأفكار هيدا وينطلق منها فيبخص الرياضيات نفس الشي عندهم تمرينين ومنفصل الأسئلة كلها تقريبا من الغلبية منفصلة معناه إذا غلط عادة قليل إذا غلط في السؤال الأول يقدر يجاوب في السؤال الثاني عنده الإمكانيات ولازم يتقلقوش ولازم يشوفوا العامل الوقت رهو الوقت كافي تلميذ ما يرتبكش يبدأ أولا في المسودة كما ينبغي يشوف يقلوا مباشرة نشلوا ورق ينتقل للتاني يتأكد منه ينقلوا باش في الأخر ما يرتبكش يقولك ما عنديش وقت باش ينكمل كل شي لأن التوقيت راه هو صارم في الياح في بعض الأحيان التلاميذ يعني يرتبكون يكتبوا في المسودة يعني كل أسئلة في المسودة ومبعدك يرتبك لازم يدير الشيء آخر ما يمكن أن تكلم مش عن الزهور هذه السنة تقريبا ما شفناش تلاميذ يجب أن تبخرين نعم راك تلاحظوا معنا الإمكانيات كيفاش معنا التلاميذ نهار كانوا صارمة على التأخر كان بعض الناس يجي بعقلوه إلى آخر وكانت مقصودة أنا نظن هذه السنة والحمد لله رأنا ملاحظناش تلاميذ ملاحظتهم خاصة عن طريقكم أنتم ووسائل أعلام وخاصة النهار اللي تقريبا عندها علاقة وطيضة مع التربية دايما ما شفناش تلميذ الحق مخر وما قدشي الحمد لله الحمد لله أنا نظن كذلك بيتوفير الإمكانيات والوقت كان كافي كان كافي والأولياء الآن ولو يفقوا يعرفوا يتكفلوا يديروا الجوزة الأمنية أيضا الحمد لله لا لا الحمد لله وحكوا قصص كثيرة كانت خطرة مخرقة لك الموطر اللي رفضوا ده ما معناه كان بعض القصص يحكيوا معلز ديزان اكدوت حقيقية معناه كانت سيارة الشرطة كانت تعلب بلدية كان كذا كذا معناها الحمد لله معناها نقول نحن ننتظر النتيجة تكون ممتازة ودول الأساس نتوقف سيد فرحاد شابخين دفاصل إشهري ولا نعود هنا نتحدث فيما يخص أهم التحذيرات والإجراءات المتخدة من طرف الدولة وإيضا من طرف الأولياء فيما يخص تسهيل عملية وصول المترشحين إلى مراكز إجراء الامتحانات يعني الحمد لله لم نشهد أي تأخرات هذه السنة نأمل أن تكمل هذه ثلاثة أيام بنفس الوتيرة نتحدث الآن على المرافقة النفسية من طرف الأولياء خاصة لأبنائهم لأنه ربما يعني يقولوا الأولياء يعني يتقلقوا كثيرا على أبنائهم يولد ضغط على التلميذ لا هي هذا هو كنت أعطينا صحيح لأن الآن غلبي لأنهم يشوفون الأولياء على بلنا ينتظروا لا يدروا الضغط بزار لا يسألهم مش على الموضوع ما أخدمش يقولوا الآن خمع اللي راه جاي هذا يا انتهى حسن أخدم دير قلنا الأكل ما يتكلموش ما يدروا مش الضغط ما يقعدوش يخلوهم يصهروا ما يخلوهم مش تلفزها إلى آخرها هالثلث أيام هدوما خطر لو التلاميذ بعض الحيان كان تلميذ واعي وكان تلميذ يطلق روحها يقول لك نشوف تلفزيون رفع لروحي ماشي وقتها يرتاح كما يقولوا طبيعي نفساني يكون مختص في علم النفس تقريبا لي كونسيين راه موجودين إلى آخرين زيادة على ذلك الأخت ظهور ما تكلمش عن حاجة بناء التلاميذ اللي عندهم إعاقات خاصة دور الحتياجة الخاصة دور الحتياجة الخاصة أو دور نحن نقوله دور الهمم الخاصة هي تقريبا عندهم كل الظروف بناء التلاميذ اللي في المستشفيات هناك مراكز في المستشفيات تلميذ المريض ما يضيعوا المسكين يمرض ويضيع المتحان داروا مراكز على المستشفيات معناها الدولة هاش كنتم نقول مقابلة جميع الوزارة بما فيها وزارة معناها كل هذا المتحان تاعد الدولة هادوما الهمم الخاصة كين تلاميذ ما يقدروا شي يكتبوا تكسر لفاي يروح يدير معناها هو ما يقدرش يكتب يديروا الأستاذ مشيت على المادة هو يملي والأستاذ يكتب له معناها يموفر مدلي عندهم مرافقين مثلا اللي زلطيت إلى آخره يديروا ما يدخلوش معهم ولكن عندهم ينطل يقعدوا في قاعات في حالة ما يكون عنده أمان لا يزول يكون أي شي الأولياء يعرفوا المرافق يعرفوا هذا المرافق ليرافقوا طول السنة مشي جادة لكنه ربك يجي معناها لازم يكون عنده وثيقام المؤسسة إلى آخره في حالة ما يكون عنده أمان يناديوه باش يتكفل معناها الدولة الجزائرية وزارة التربية الوطنية نظن رأي توفر جميع الإمكانيات لأنه باش ينجحوا فقط قرأوا ونجحوا نحن نوفر لكم هذا هو نظن هذه الدولة الجزائرية جزائر الدولة اجتماعية هذا وش راهي الدير نأكيد نتحدث أيضا حول مواقع التوصيل الاجتماعي وتفادي الولوج إليها خاصة يعني بعض الصفحات ربما لكانوا يعتمدوها يعني التلاميذ للدراسة لتبادل معلومات إلى غير ذلك لأنه ربما حيكون فيها تصحيحات نموذجية وهذا يأثر سلبا على التلاميذ نحن نظن هذه السنة يمأكد أغلب التلاميذ فقوا لأنه قبل كانوا يروجوا لهم بله هذا هو الموضوع ولكن أغلبية إلى حد الآن ما كانش موضوع خرج في التواصل وجه في الامتحان ليس الموضوع فقط يعني حتى التصحيحات ربما لتكون بين تلاميذ سترش عليه بعد ما تنتهي الامتحانة ثلث أيام تحبوا يدخلوا في التواصل استماعيش وتصحيح النموذجي وما عندكم أنا أقول لكم التصحيحات لازم يعرفوا باللي التصحيحات راح يكونوا تقريبا تصحيحين لشخصين مختلفين لطنقيتين مختلفين لدينا نقولوا الأولية باش ما يتقلقوش ماتا إذاك كنت أنا لمصح اللول يعطوا لي الورقة التلميذ راني نشوف ما نكتب ويلو فيها ما نكتبش المعدل فيها ما نكتبش العلماء باش التاني ما يعرفش عندي ورقة خاصة تمرين الأول مثلا واش حال عنده في السؤال لو نكتب النقطة السؤال التاني عنده نص نقطة كده فورقة رئيس الشفد الجيري يحكم هذوك أبراقي قرد يوم عنده يعطي الورقة اللي فرغة ما تكتب فيها ولو ويعطي ورقة أخرى بيضة الأستاذ في قاعة أخرى معلو بشقعة صحة يعود صحة نهار يكملوا صحة الأول والثاني يجمعوا الوريقتين هذوك يجمعوهم ويقارنوهم إذا شفوا الفرق بين الصحة الأول والصحة الثاني أكتر من ثلاثة نقاط إذا يجيبوا ورقة أخرى يجبوا تصحح ثلاثة في لجنة أخرى هذا نطمن في الأولية باش يعرفوا الطريقة خاطبوا بأيوة غلطولو يقدروش يغلطولو غير من المستحيلات الغلطة يشوفوا تصح ثلاث وتصح ثلاث يقربوه يجمعوه مع أقرب نقطة في اللول والثاني معناه وحق تلميذ هنا بعد ما يكملوا باش يكتبوا العالم فقلوا ورقة معناه بعد ما يكملوا كل شيء معناه نطمنوا الأولية لذلك نقولوا تفادوا تشوفوا تصححات النموذجية تفادوا تسألوا مواش خدمت واش درت علاش غلط كاين بعض الأوليين يزعفوا علاش غلطوا هنا وهذه سهلة وانا قررتها لكن تفادوا هذا شيء بعد الثلاثة أيام دروا التقييم بعد تنتهي الامتحانات تحبوا روحوا للتواصل ورحوا وين تحبوا وشوفوا وانا نقول لكم عايش يروحوا للتواصل يروحوا المؤسد تحهم واسد راح تكون مفتوحة يروحوا للأسد تحهم يحبوا يدون المسودة تحهم يقولوا يصدرنا صحيح نموذجي ونظن تلاميذ يدروا التقامة مطلقة في الأسد تحهم يحبوا لهم تصحيحات يحبوا لهم ما هي اللي درسناها ما هي اللي اللي ركزنا عليها ما هي اللي ما عرفتوا أشي لا خيرا نفير رأي هذا هو لازم نتفادى وهذا هو العامل نفساني يلازم لأولياء لأن نصيحة لأولياء التلاميذ نفس الشيء بيناتهم مكان لا يتسأل زميله واسخدمت وما خدمت اه ها غلطت اتفادى وهذا شيء تضحكوا ديروا كي تكونوا في الضهر ركزوا على الموضوع هذا هو ونظن مو بين الامتحان والامتحان ربما تكون مراجعة سطحية طبعا عندهم لازم تكون مراجعة سطحية وما يقدرواش ما يديروش مثلا قبل ما يدخلوا للتربية الإسلامية عندهم ممكن بعض الصور بعض الآيات يحافظهم يركزوا يزيد يتأكد ممكن ننسيتها إلى أخيره هذه طربية المدينة ينمس الشيء يعني في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان تقربنا لبعض التلاميذ يقول لك أنا مباشرة لما أدخل حجرة الامتحان نحس رحي أني نسيت كلش لكن يعني بعد خمس دقائق أتاني 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 قرأ الموضوع مليح خطر غير يقرأ الذاكرة تبدأ ترجع وحدها تبدأ ترجع يقرأ مليح الموضوع يشوف يقرأ السؤال مليح وإن كان يقرأ يجب أن يقرأ الأسئلة مرة مرتين ثلاثة وحدها الإيجابة لا يتقلقش بعد الحيان إذا تقلقش في التمرين لول مثلا ما زالتوش الفكرة لا يقعش لأسق فيه لا يضيعش الوقت ينتقل لتمرين ثاني باعتبار منفاصلين عندك تمرينين ولا تكلم عن الرياضيات ولا المسألة ولا أربع أسئلة حسب اللي يبدأ اللي يعرفه يديه يكتف ينقص ينقص ويخلي الوقت اللي يبقى لهم للموضوع اللي ممكن ما داروش نتقل مكادك على وضعها الإدماجية لها أهمية وعندها وعندها نقاط كبيرة كادك ما يقعدوش يتهونوا فيها يخدموا يخدموا يحضروها نفس الشي وعيد الماجية عندها كادرك أهمية وعندها كيما يقولون نقاط كبيرة أنا نظر هدية لأني أقول لك أنا الآن ارتحت قول من جيل السيديو كي سأل شفت المواضيع معناها ارتحت للتلاميذ اللي بناءنا في الحقيقة ارتحت لهم وإن شاء الله راح تواصل بنفس الوثيرة وعندما يمأكد هكذا لأن اللي راح يديروا المواضيع هما أستيدة مفتشين راح يدرسوا وشافوا والبنك المعطيات اللي يدروا بدنا من شهر أكتوبر وما يحضروف هذا المواضيع إلى أخيره وعندهم تقريبا أقريبا إن شاء الله نتمنى لهم غير يكملوا باكرار ويخرجوا يحضرونها في المواضيع اللي بناءنا ويعطيهم الصحة والزور لازم نحضروا وهذه حقيقة هذو زمال أنا اللي راح يحضروا في المواضيع في بعض الحيان يكون تزوجا انتهم ما يخرج باباهم ما يخرج يمهم ما يخرج ولدهم ما يخرجوش يسمعوا الخبر بالساكن النهار يكملوا آخر يوم تعال امتحان بعد ساعة من امتحان باش يخرجوا باش يعرفوا لذلك نقدم لهم تحية خالصة على تضحياتهم على تضحياتهم هذا كله من أجل بناءنا التلاميج ذلك أنا أقول الأستاذ دائما يضحي من أجل المجتمع وأنا نظن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية أظن حتى نهار دا اليمين تكلم عن الأستاذ وعد بالتحسين وضعية المهنية والاجتماعية رأي يبدأ هناك زيادات مؤخرا فقط ولاحظنا الشي ليعطى القيمة رئيس الجمهورية للتعليم في كل ما تكون عنده ندوة صحفية يكون عنده لقاء مع الصحفة إلى وتكلم مع الأستاذ والمعلم والحقة طبعا للطبيب اللي عنده نظور كبير في المجتمع أنا نظن وحضرها وزير الطربية اليوم كذلك ونظن هذه بشارة خير باللي عن قريب إن شاء الله سيضل القانون الخاص وحنا على بنا فيه أمور ممتازة جيدة جيدة موجودة القانون الأساسي والشي زي نأكدها اليوم نأكد هضرتها قبل مع الزون نزل نهضرها اليوم وهو أن نهار دلنا اللقاء مع وزارة طربية لم نتطرق إلى التصنيف تماما لماذا؟ لأننا قلنا باعتبار مبادرة كنتم عند رئيس الجمهورية قالك أنا سأحسن رضعيا اجتمعي المهنية قلنا خلي المصالح رئيس الجمهورية هي اللي تقترح ونأكد بلي رئيس الجمهورية لا يبخل أي شيء للأستاذ إن شاء الله حتى تحدث أيضا وزير التربية صباح حتى اليوم حول القانون الأساسي الذي سيتم إفراج عليها قريبا يحمي المكاسب لعمال سلك التربية تحدث أيضا على ظاهرة الغش التي قال أنها أيلة للزوال بفضل النصوص القانونية وهذا ما وقفنا عليها أيضا من منذ حوالي يومين كانت هناك نصوص قانونية صارمة بخصوص الغش أو متداول بعض المواضيع التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن لا هي ما شي غير هدية حتى الناس اللي يروجوا مثلا أنا عندي بلوتوت ونبيعه يحكمه راه يخلص أنا نظن وحتى الآن بناء أن التلميذ راه انفاقه راه انفاقه لذلك كان نقصت كتير هذه العمالية تعلغش أظن كانت صارمة لازم يعرفوا التلميذ باللي تقريبا عنده بين 15 و 10 سنوات ما تجيش يجوز وهذه ما ما يغشي محاولة الغش فقط نفرضه مثلا الهاتف ممنوع يديره يلقى عندك هاتف في المحفظة تاعك هذه تعتبر محاولة الغش وتاخد إجراءات مباشرة لذلك يقولون من البداية في الاستدعاء مكتب قاع الإجراءات اللي ياخدوها التلميذ معناها ما تدخل معك لا بورطان ما تقول أنا نسيت ويش دير به في قاعة الامتحان بالعكس معناها إلا عندك نواية أخرى أنا نظن مؤخرا مبرك أظن القو واحد باع بلوتوت يمتخبي لأخير يحاقبوه قبل ما يبدأ الامتحان معناها هدايا يحاول يروج أنا نظن تلحق أنا شوف نقدر ندير المعارفة في بزاف أمور ولكن في العالم ما نديرش المعارفة كيكون وليدك لأنه صح الآن عاونتوا وغدوا سكون يعاونوا بالعكس باش تعاونوا لازم قرره وتعب عليه وخدمه وهذا هو الأساس أنا نظن ضاهرة الغش وقال هادون وزير التربية الوطنية فهي ضاهرة كما يقولون أيلة للزوال طبعا كما بزاف بعض المناصب البسيطة في التربية التي رحت للزوال وكل أساس ترقاو إن شاء الله نعم نبقى دائما في المكاسب التربوية نتحدث على عديد المكاسب منها تقييم المكتسبات في مرحلة الإبتداء التي ستساعد في مرحلة المتوسط وتساعد أيضا في شهد التعليم المتوسط لمعرفة مستوى التلميذ وأيضا تتبع كل ما صاره التربوي نتحدث أيضا فيما يخص المكاسب أيضا فتح مناصب عمل للأساتذة في تربية البدنية وكنا تحدثنا في الكواليس حول أنه يجب أن يكون هناك أوقات راحة للتلاميذ خاصة لما نتحدث على الإبتداء أو نتحدث على المتوسط فقط كين بزاف حتى الزملاء في القطاع ما فهموش هذه تعتقيم المكاسب كانوا يظنوا بأن وزارة التربية الوطنية ما على باشو سرع يدير رغم غلطين لأننا عادة دائما التلاميذ ليجوا مثلا من السنة السنة أو السنة خمسة ابتدائك يجيوا أول لقاء يدير لهم كما يسميوه أنا نظن الآن الوزارة التربية معناها وحدة هذه الوتاس وحدته ورح يقيم تقيم المكتسبات عندما نقول نقيم المكتسبات ما معنى هذا نقيم المناهج والبرامج وهدية راح تكون انطلاقة ليعطينا طرف المناهج والبرامج فيما بعد الآن أنا يجي لي أستاذ يجي لي لفيش الآن يعطي له برا هذا أمور متطورة يظهور معناها راح يعطي له ينفيش للأستاذ ويعطيه ينفيش للتلميذ يقيم المكتسبات تعوبتها في الرياضيات في اللغة العربية في الفرنسية في الإنجليزية سنة المقبلة سنة خمسة في جميع المواد سنة مكتسبات الأستاذ عندما يأتي يرى مثلا عنده قسم إذا شاهد مثلا 20 تلميذ في مكسم معين في مادة معينة لا يفهموش معناها على الأستاذ يجب أن يراجع معناها في الابتدائي معناها لا يدرسوه مليح نعم كين خلل يجب أن يعطي أن أظر فيه المفتش لأن المفتش تعالى الابتدائي سيشوفوا هدية يراجع أنفسهم مع الأستاذ معناها سيكون تقييم شامل وهذا هو أنهار يكون تقييم معناها الذي يخدم رهيبان والذي ما يخدم سيكون تكشف وحده أنا أظن هذا التقييم سيساعد بزيزا يساعد الأسجد الموطة وسط ومن تجمع الوزير التربية ممكن عن سنوات تلحق للسنة الرابعة تقييم حتى المكاسب بعدها شهادة لماذا؟ لأنه دروا تقييم على مستوى السنة خم لأنه نحاول الامتحان تعني هذه المرحلة البتدائية يقول لك معناها مكاش وممكن بعض الحيان يقول لك الأستاذ يقيم كيمية حبيلة آخره ولكن مع المكتسبة باعتبار ما كانش مواضيع خاصة بالمدرسة كانت تقريب على المستوى المقاطعة معناها نقدر نعرف مستوى التلميذ وكذلك حتى الأساتذة اللي رام يخدمه بجدية ولي ما رام يخدمه معناها وش يديره يقول لي يقول لك لازم نبدأ الجهد هذه الليلة أنا نظن عندها أهمية قصوة هذه المكاسب اللي راح نقول لك راح توصل وأنا أكد بأن وزير التربية الوطنية يعرف ما يفعل لأن أوليد القطاع يقول نبدأ منها نبدأ التقييم ومع ذلك نعود إذا لازم يعادت نظر وتكلم منها هذه يعادت نظر في بعض المناجر أما في ما يخص توضيف أنا نظن كما يقولوا يهضروا الناس واش يحبوا أنا نهضرها نشكر الرئيس الجمهورية نشكر الرئيس الجمهورية نشكر الوزير اللي هو نشكر الوزير التربية الوطنية لأن كان عملية كيف يبدأ العمل أولا إدماج 45 الفاقد ما قبل تشغيل هذو كلهم داروا في الابتدائي لأن دائما ندافع الابتدائي الابتدائي على بركية ظهور أختي شوف الأستاذ هو العساس في الحين هو الطبخ هو اللي سربي هو الشيرفايون هو كل شيء المدير هو العساس هو يدر كل شيء معناه كل شيء يدر وحدهم الآن مع هذا المنصب الجديد اللي راح نفتحه في القانون الخاص منصب خاص راح ينقص على الأستاذ يقول لي يهتم إله بالأمور البيداغوجية يقول لي هذو ما المشريفين التربوي الآن سموهم لأنه موجز في القانون الخاص خرجت إلى أخيره هادي لولا خمسة وربعين زيادة على ذلك كين أولا مجموعة كبيرة من زملائنا الأسيدة كانوا متعاقدين كين عندهم ستة سبع سنوات إلى آخر وما يخدموا ستة ستة سبع سنوات رأي تجربة كبيرة كيفاش ننضيحها وندير معناه رئيز المورية كذلك بارك الله فيه تقريبا تين وستين ألف ومياة تم إدماجهم هذي هذي مشيقلين هذي في الآن بعد الكوفيد تخصصات بالنسبة لغات الإنجليزية وتثبيتها في سنة ثالثة هذي تين وستين ألف البلدان المتقدمة ورام يسرحوا في الموضفة إحنا رأنا نوضفه زيادة على ذلك فيما يخص الإنجليزية خمسة ألف منصف في الإنجليزية وممكن يلحق وتثبيتها عن سنة ثالثة طبعا الآن الثالثة الآن راح يزيد يكملوا بالنسبة ل يكملوا طبعا تحسين المستوى السنة الرابعة وما السنة الخامسة كذلك تربية البدنية بعض الأحيان بعض الأولياء ولاحظناهم يقولوا كيف أجدوا أستاذ المسكينة لبسا حجاب ومتا أو لا سمينة شوية في الابتدائي هي ماشي سبور هي حركات رياضية بسطة ولكن لازم يكون مختص رئيس جمهورية كذلك وانا نظن واني مأكد منها وزير الطربية الوطنية هو اللي يوجد الميلة في الرئيس الجمهورية باش خدها توظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية معناه يوليوا التلاميذ والهدف الأساسي كل هذا زيد على ذلك هناك قرار مشامعه لازم ستنشأ مديرية عامة للطربية البدنية على مستوى الوزارة واش حبي يقول الرئيس الجمهورية كان عنده بعد كبير ما معنى هذا لأن جميع البلدان في العالم لزيلة تتاحوا من يجيوا يجيوا من المؤسسات تربوية يجيوا من الابتداء المتوسط الثانوية جميعا نشفنا في أمريكا في فرنسا كلهم تلقى أكبر الفرق كلهم من الفرق الوطنية يروحوا لهذه المختلف المؤسسات الابتدائية بتوسطات أو ثانوية أو جميعا ويختارونها وإن كذلك رح يفرضوا عليهم كما يقولوا أنت على فاس هذه المختلف المنافسات رح يديروها تربية وإما مباشرة كينا على مستوى الجامعات المختلف المنافسات بين الجامعات ومن هنا يقدروا المختصين يقدروا يشوفوا بعض العناصلة يديهم مباشرة الفرق الوطني أو للفرق الأولى كما يقولوا يديرو أنا نظن هذه زيادة على ذلك الأخطيس هور لازم نعرفه كذلك ترقيها تلقى تقريبا سنويا تلقى بين أستاذ يترقى الأستاذ رئيسي سيطة المكون 45 ألف 45 ألف منصب مش حاجة بسيطة زيادة للمختلف المديرين معناها دايما التربية الوطنية أنا نظن في السنوات الأخيرة في الحقيقة أنا نقول أنا كنا قابل يقول ما زال نقص لأن وقتنا نقول بالإخلاص نهار يقول للأستاذ يعود يهتم إلى بالدراسة يقولوا دولي كل قولنا من دلش الحمد لله الدولة متكفلة بيا أنا كل مجهود انتاعي نديرو داخل المؤسسة التربية في بعض الحيات نحن نلوموا بعض الزمال اللي يدرو في المحلات وإلى آخره ولكن يقول لك أنا ما لحق شنا فأنا نوكل ولا دي وننوكلش معناها أنا نظن المدالة خيرة زيادة ذاك رئيس جمهورية العمال التربية أو جميع العمال رأوا تقريبا 40% زيادة في الأجور طلعتها اللي يرجي لا لا نظن كما قلنا الجانب الاجتماعي بيان أول نوفم رأوا ما زر يطبق للآن الجانب الاجتماعي رأي متكفل بها رئيس جمهورية الحكومة ككل رئيس الوزير الأول طبعا على مساوى قطاع التربية ننظن إذا حطي لماذا مشاكل هذه السنة كلها الحمد لله لم يكن إدرابات لم يكن إدرابات لم يكن إدرابات لم يكن إدرابات ومشاكل في مؤسسات لم يكن إدرابات الأمور الناس يخدموا في أرياحية لازم نعرف بينا على مساوى وزار التربية الآن قبل حاكم الرقمنا هو اللي بدأها وداروا الرقمنا على مساوى وزار التربية مجانا بإطارات ونحييهم هنا إطارة وزار التربية هم يداروا الرقمنا مجانا ما جابوا لشركة أجنبية لم يكن إدرابات معناها إلا بإطارات وزار التربية وكل مرة رأي يحسنوا فيه رأي تبدأ طبعا التوظيف الآن رأي نفس الشي الاستخلاف رأي عن طريق الرقمنا معناها تنظمة السكانات الوظيفية ما بقاش وعد عنده زوست السكانات يكون عنده ولاية هنا ورح الولاية أخرى يبدي سكان أخر أنا أظن تحسن الدور وهذا هو أظن رئيز الموارية أنه ربدا أول شي اللي رأي يركز عليه وهو يقول لك الرقمنا على باوش رأي يدير في مختلف القطاعات تربية أو لزينبو أو كذا كذا معنا كل حاجة تباله طيب سيد فرحة شبخ نعود فقط إلى الامتحانات شرطان المتوسط حدثنا عن المكتسبات لغا ذلك نصائح نقدمها لأتلامي دول أولياء على حد سواء للتحضير لباقي الامتحانات أنا نظن قلنا النصيحة الأولى هي عدم الرجوع إلى ما فت لفتنا ما نرجع لش أنا اليوم ما نرجع لا للغة العربية لا للفيزياء وتكنولوجيا في المساء ما نرجع لا التربية الإسلامية لا التربية المدنية هادو حطهم عندنا الرياضيات الأولياء ما يدومس يدروا الضغط لازم رجع نجملك أوسة لا خلي التلميذ بأرياحية هو يعرف بعض الأمور اللي نقصتوا لا مش فاش عليها خليه ويخدم وحده يعطيه لإمكانيات يعطيه باش يعمل ما يضغطوش عليه يقولنا ما يضغطوش الأولية أنا نزيد الركز هذه المهمة ما تسألوش على الماضي خلاص اللي فترة نديرو أنا نظن يعملوا تلميذ بصفة باسيطان نقولها ركزها فيما يخص الامتحانات أقرأوا الأسئلة مليح ما تتقعش تجرب هذا سهل نديرو ومبعك يقول لا أقرأ خاصة بعض المواد اللي فيها نصوص أقرأ نص مليح بس لا تجاوب على الرياضيات نفس الشي أقرأ تحب تتفكر تسوف ما سيعرف أنا نضيت بيتاغور ولا أكتبها تتفكر أي شي حاجة أكتبها على مباشرة على ورقة وخليه بحقلك قرأ الموضوع مرة مرتين أنا نظن وما يتقلقش التلميذ ما زمش يقول لك أخلاص والله ما عرفش لا أنا وقت كافي الوقت كافي يأخذ راحته يتنفس الموضوع اللي وليشف فيه شوية صعوبات قلنا يرجع للموضوع الثاني يرجع للموضوع الثالث إلى أخيره أنا نظن بصيفة عام مزيد على ذلك مخصصة لازم نعرف بأن الأساتي على مستوى الأقسام ما هو الهدف تعب وهو تقريبا كما يقولون تدريب معناها يديرهم نصف الظروف تلميذ كل واحد في طاولة يعطيهم ورقة للمتحان كذا يدرهم الحراس معناها التلميذ أنها يروح للمتحان ما يلقى شي جديد يرتبك ويخاف إلى أخيره وزياد على ذلك أنا نظن زمان الأساتي ذا رهم أولياء بالدرجة الأولى رهم وربيين وما دا بهم بلدنا ينجحوا دايما رام يستقبلون في بعض المؤسسات يستقبلون بالحلوة يستقبلون لذلك الأولياء قلنا ما ديروش ضغط على ولادكم ما ديروش ضغط تنظيم وقت سوية عثل نوم حسنا هذا النوم النوم يدخر نوضو بكري الصباح لأن لا يمكن تلميذ بعد 8 وقت يدخل نركز عليها الحمد لله اليوم ما اسم عدد لا على مساوى وسائل إعلام قاعد انتبعوا الحمد لله لذلك نوضو بكري خذوا حسابكم عملوا حساب روح بكري بكري وقعد معاه لا حبيت قبل ما يدخل ما شي مشكلة لأن المؤسسات تقريبا راه بكري تفتح الأبواب سابعة صباحا يعني تكون مفتوحة سابعة مفتوحة هي الثلاميذ النهار الأول فقط اللي شوية يضيعوا الوقت لداخل المؤسسة لماذا؟ أن يحوس على الحجرة الحجرة طاولة إلى أخيره أما بعدك بعدما الحصة الأولى أو تقريبا على بلو ورا ورايح كذلك يحبوا يديم عقرعامة يديم عقرعامة ما شي مشكلة قبل ما يدخل للمتحان أنا نتفاد قبل ما يخرج تلمي الصباح يروح للمراحل يروح قبل ما يدخل لا شوف روحوا مزير شوية يروح قبل ما يدخل إلى أخيره نظروا لدنا الحمد لله رامة صحة جيدة إلى أخيره ما يكونش مشكل كبير مع هذا مع هذه الحالات الخاصة أنا نقول لك يتكفلوا بهم ما ميلا واحد يروح المرحاة يوصلوه يدي المهمة رأنا نبربروا فيهم كما والديهم الحمد لله ربي نتمنى لهم توفيق ونجاح إن شاء الله ولكم أيضا ونجاح ومرة أخرى وحي كل زملائي عمر قطاع التربية لرهم جندين الآن أنا نقول لك هين زملاء نتكلموا على مدارات تربية مدارات تربية عندهم قريبا واحد عشر أو خمتاز شين يمساكنهم الآن في الامتحان تقريبا ينقضوا في المكتب بتاحهم واحد من يهدر عليهم هذو إطارات خدموا أنا نظن عمال تربية لذلك ريزهم ورية إن شاء الله رح يفرحنا بعض الباكالوريا بقانون إن شاء الله اللي يرجع مهنة التعليم محبوبة زيدا ذاكت الزوء هذه نقطة صغيرة مؤخرا مختلف في الامتحانات الآن إلى الممتزين يجي لقطعة تربية بسيك واحد الوقت كان يقول كما لقاش خدمة أخرى نجي لتربية الآن رهم غير الممتازين كان ضاير نشوفه في الباكالوريا باش تروح تدير أستاذ لازم يكون عندكم 14-15 لفوق المعدل هذا الشي ممتاز إن شاء الله نتمنى لهم نجاح والتوفير إن شاء الله شكرا لك سيد فرحة شبخ من الامتحاد الوطني عمل تربية شكرا لك